مباراة النهائية استقبال معنا لقطة مهمة جدا هو على هواة مباشرة استقبال وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي لبعثة فريق النادي الاهلي في صالة قبار الزوار وفي الاستقبال الكبير جدا والمهم جدا لبعثة فريق النادي الاهلي عقب الوصول من أبو ظبي والمشاركة المميزة لبطل مصر وإفريقيا دكتور أشرف صبحي بيرحب بكل أفراد البعثة وأيضا كمان الأستاذ محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي وهذه التحية والتحية والتقدير من وزارة الشباب والرياضة من الدولة المصرية لمشاركة النادي الاهلي لمثل مصر أفضل تمثيل في هذه البطولة رغم كم الصعوبات والمعوقات اللي هو هجه النادي الاهلي في هذه البطولة استقبال مميز جدا لكل أفراد البعثة استقبال رسمي وأيضا كمان لولا بقى الكورونا أنا فكر حضرت في 2006 الاستقبال الشعب اللي حصل الاهلي